بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الموضوع هو ناتج عن اختلافات واقعاً عم تثير خلال التواصل اليومي بين الأهل وولادهم تحديداً بفئة المراهقة اللي هي بتشكل تحديات للأهل ببرز فيها العديد من الصعوبات اللي يمكن قبل ما كانوا عم بلاحظوها موجودة بأبناءهم فبتالي نحن بيعازل حتى نتعامل مع هذه المرحلة بطريقة كتير دقيقة وكتير مدروسة ونفهم أنه التغيرات اللي عم تصير فيها هي تغيرات عادية تغيرات ناتجة عن بعض بيولوجي وتغيرات لازم نكون عم نحتويها ونصوبها بالاتجاه السليم بداية إذا بنا نحكي عن موضوع أيضاً الفرق هو فرق ثقافي ناتج عن أنه الأهل عاشوا بزمن ومكان مختلف عن الزمن والمكان اللي عم بيعيشوا فيه الأبناء فبالتالي طبيعي يكون فيه فرقات بيناتهم بطريقة التفكير بطريقة حل المشكلات بطريقة التعاطي مع الأمور بالحياة لهيك الدور الأول هم رح يكون للأهل الأهل اللي عم بيعرفوا أنه ابني أو بنتي عم تصرفوا بطريقة فلانية لأنه هنه عم بيشاهدوا برامج مختلفة على التلفزيون لأنه هنه عم بيتعلموا إشياء مختلفة بالمدارس لأنه يمكن رفقاتهم وأصحابهم ومعارفهم هنه مختلفين في عندهم فكر مختلف لأنه عم يتأثروا مثلاً بوسائل التواصل الاجتماعي فهيضاً الفارق هو رح يبين ويظهر عندهم بالنسبة لتقليص حجم هيدا المسيحة أو هيدا الفارق بيناتهم فهو بيتم من خلال لعب الأهل أدوار مختلفة يعني هون الأهل بعازة لأنهم يلعبوا دور الولد يلعبوا دور المتعلم هلأ مش دور المعلم ويخبروا أولادهم بكل شفافية أنه في فروقات بيننا وبينكم ونحن بحاجة لألكم تساعدونا لحتى نكون عم نتعلم كيف نتعامل معكم بهذا المرحلة شو فيه أشياء يمكن نحن ما تعلمناها أو ما منعرفها قبل فيكن تعرفون عليها فيكن تشرحولنا إياها إذا فيه برنامج معين أنتوا بتحبوا تتابعوه فيكن تخبرونا شو الإفادة منه فيكن تشرحولنا ليش أنتوا مجسوبين لأله ومهتمين لأله بمعنى تاني هون الأب أو الأم رح يكونوا عم يلعبوا دور المتعلم والإبن أو البنت رح تلعب دور الأستاذ أو المعلمة اللي عم ترشد أهله بهالمرحلة ليقربوا يتعرفوا عليها وهون الولاد رح يكون عم يكتسب أكثر ثقة بالتقريب من أهله ومن أنه يفهم أنه أهله عم يتعاملوا معه بجدية كتير كبيرة وأنه المسألة هي فعلا هي مسألة اختلاف وهيدا الاختلاف هو بيشبه أنه نحن مسافرين على بلد تاني وعم نتعلم لغة تانية فتعاول نتعلم مع بعض لغات بعض ونقرب المسافات بين بعض وهي مسافة حكماً رح توقع بحكم الأظروف وبحكم الاختلاف الثقافي والاختلاف الزمن اللي هو صار بيناتنا في شي تاني كمان بيخفف من هيدا الفجوة يمكن اللي ممكن تصيرها للأهل والأولاد هي مشاركة الوقت يعني نختار مثلاً تمرين أو نختار مثلاً نشاط معين فينا نكون نحن منحبه والأولاد بحبه يمكن لعبة فوتبول يمكن نروح على السينما نحضر فيلم أو حتى يمكن نشارك بأنه ننزل على حديقة ونقعد نتمشى ونعمل أنشطة وألعاب مع بعض فيهم الأهل يجيبوا شوي من الأنشطة تعيد زمنهم والأولاد يجيبوا شوي من الأنشطة تعيد زمنهم ونخلق هيدا الوقت اللي هو قيم واللي فيه له فايدة بالنسبة للطرفين رح يساهم بتخفيف حجم المسافة ورح يساهم بتعزيز أكيد العلاقة ومبين الأهل والأولاد نتمنى أن المعلومات اللي قدمناها اليوم بكون عم تشارك معكم بحل بعض المشكلات اللي يمكن تواجهكم وإن شاء الله أكيد رح نكون على موعد بلقاء تاني بموضوع تاني لنتناول بعض المواضيع ذات الأهمية بالنسبة لكم اشتركوا في القناة